اشتركوا في القناة always تعني دائماً إذا بتذكر معنا حاولوا تحكوه قبل ما أحكي أنا sometimes تعني أحياناً never تعني أبداً على الإطلاق قبل ما نبدأ في هذا التمرين في عندي بعض العبارات المهمة للحفظ هاي العبارات مهمة جداً إذا حفظت معاني هاي العبارات فرح تشتغل هذا التمرين إن شاء الله بكل سهولة وحتى لو جاءت في الامتحال ممكن تشتغله المطلوب الآن إنه رح أقرأ هاي العبارات تقرؤوها إن شاء الله ورائي بعد ما تقرؤها ورائي توقف الفيديو وتنقلوها على دفتر اللغة الإنجليزية وتحفظوها يعني تأخذو ممكن ثلاث دقائق في حفظها بعدين ترجعوا للفيديو واتكمله أوكي خلينا أقرأ العبارات وعيدوا رائي Do my homework Do my homework يعني أقوم بالواجب واجبي أقوم بواجبي المفروض أنه واجبي Win a match يربح مباراة Win a match يربح مباراة Send e-mails يرسل رسائل إلكترونية Send e-mails Play table tennis Play table tennis يلعب تنس الطاولة Go to the park Go to the park يذهب إلى المتنزه المتنزه في هونها نقصه Go to the sports center Go to the sports center يذهب إلى المركز الرياضي بالنسبة للأولى Do my homework يقوم أقوم بواجبي اكتبوها أقوم بواجبي يعني الواجب المنزلي المطلوب منكم الآن أنكم تقرؤوها بعدين تنقلوها على دفاتركم اللغة الإنجليزية وتحفظوها بعدين تتابعوا الفيديو إذا حبّين تستفيدوا بشكل أكثر طيب خلينا نتابع الفيديو آمل أنكم أوقفت الفيديو نقلت هاي العبارات وحفظتوها الآن التمرين هذا يعني بسيط خصوصا إذا حفظتوا معاني هاي العبارات المطلوب أنه نعمل جمل وهاي الجمل بدنا نحاكي فيها أو نقلت فيها الجملة موجودة عندي هون آي ألويز دو ماي هومورك أيش يعني أنا دائماً أقوم بواجبي المنزلي المطلوب أنه كلمة آلويز يعني نقوم باستبدالها بحسب يعني ما إنت بدك حسب ما تحتاجه أنت ممكن مرات تستخدم آلويز دائماً ممكن مرات سمتايمز يعني ممكن واحد ثاني يحكي أنا أحياناً أقوم بواجب البيتي ممكن واحد يحكي يعني يستبدل بكلمة بدل ما أنا دائماً صارت أنا أبداً لا أقوم بواجبي المنسلي المطلوب أنه نعمل جمل يعني خمس جمل على الصور الثانية على العبارات الأخرى في عنا لأنه ست عبارات العبارة الأولى محلولة عندنا هون فالمطلوب أنه نعمل للعبارات الأخرى أنا رح أحكيها بشكل شفوي وأنتم بإمكانكم تكتبوها على الدفتر لما تيجوا تحلوا هذا الواجب خلونا ننتبه كيف الآن الصورة B في عندي win and match إيش يعني win and match؟ حفظناها هون win and match يعني يربح مباراة هس أنا بدي أحكي أنه أنا أربح مباراة لكن هل أنا رح أحكي always دائما أم sometimes أحيانا أم never أبدا الخيار متروك إلك الخيار متروك للطالب يعني كل طالب ممكن يحل بما يرى مناسب إله فهل أنت دائما فهل أنت لما تلعب مباراة بتفوز؟ دائما ولا مرات بتفوز؟ ولا عادة ما بتفوز؟ never فأنت بتكتب جملة يعني الجملة قد تكون دعنا أكتب هنا مثلا هنا ممكن قد تكون الجملة I I always win a match أنا دائما أكسب أو أربح في المباراة اللي سوينا إنه استبدلنا النشاطي اللي هون بدل do my homework اللي كان موجود هون لأ أنا الآن بدي أستخدم win a match أربح مباراة والشيء الثاني اللي بدي أغيره اللي هو كلمة always إذا بدي أغيرها ممكن أحطها sometimes أو never أو أخليها always فبالتالي أنا دائما I always win a match أربح المباراة طيب send emails إيش عن send emails؟ يرسل رسائل إلكترونية طيب جميل إذن كيف رح تكون الجملة؟ ممكن أحكي أنا دائما أرسل رسائل إلكترونية أو أنا أحيانا أحيانا أرسل رسائل إلكترونية أو ممكن أنا أبدا لا أرسل رسائل إلكترونية إذا بدي أستخدم دائما always أحيانا sometimes لا never خلينا أحكي مثلا sometimes إذا أنا بدي أكتب sometimes فشو رح أحكي؟ رح أقول I sometimes send emails هل تعرفوا إيش صار معنا الجملة؟ آمن أنكوا عرفتوا المعنى أنه أنا أحيانا أرسل رسائل إلكترونية طيب يا ترى لو بني نعمل على دي جملة play table tennis فبدي أحكي أنا لا ألعب كرة عفوا لا ألعب تنس الطاولة أبدا كيف ممكن الواحد يحكي أنا لا ألعب تنس الطاولة أبدا؟ إذا تعرف أوقف الفيديو احكي الجملة بعدين تابع الفيديو آمن أنه لما حاولت حكيت I never never يعني أنا لا أقوم بهذا الشيء أبدا I never play يعني أنا أبدا لا ألعب table tennis نأتي إلى مثلا إيه go to the park يذهب إلى المتنزه كيف ممكن أحكي أنا أحيانا أذهب إلى المتنزه كيف أحكي أنا أحيانا لا ألعب متنزه I sometimes go to the park أنا أحيانا أذهب إلى المتنزه طبعا أنت ممكن تحكي I always أنا دائما بذهب إلى المتنزه إذا أنك أنت دائما بتروح ممكن شخص ثالث يحكي I never I never go to the park فتعتمد على الشخص كل أجوبة هاي صحيحة في عندي آخر صورة go to the sports center كلها تعرفين شي يعني go to the sports center هي موجود المعنى هنا طيب لو بدي أحكي أنا لو واحد بدي أحكي أنا دائما أذهب أنا دائما أذهب إلى المركز الرياضي أوقف الفيديو أحكوها بالإنجليش بعدين أرجعوا تابعوا الفيديو آمل أنه لما حاولت حكيت I I always go أنا دائما أذهب to the sports center أوكي إذا كان جميلتكم زي هاي فبيكون جوابكم صحيح هيك إحنا بيكون حلينا هذا التمرين أنا أحاب أنه أنتو توقف الفيديو وتعملوا جمل مثل هاي على دفات تركوا لا واحد تكون من غير ما تتطلوا على إجابة تابعتي تكتبوها أنتو بأنفسكم على الدفتر هيك بتكون أنتو تدربتوا كيف تكونوا جمل باستخدام ظروف التكرار always و sometimes و never الآن رح نذهب إن شاء الله للتمرين اللي بعديوه لأنه هاي الصفحة فيها التمرينين رح نذهب للتمرين الرابع التمرين الرابع هو عبارة عن تمرين لتقوية مهارة الاستماع قبل هيك بدينا ننظف الشاشة تمام الآن إذن الآن بدنا نقوي مهارة الاستماع مهارة الاستماع رح نسمع إن شاء الله الآن المتحدث البريطاني رح يتكلم عن شخصين رح يتكلم عن أخوين سلوى و عن زياد رح يحكي بعض المعلومات عنهم وبناء على ما نسمعه لازم إحنا نختار الإجابة مثلا السؤال الأول بيحكي What day is it today? يا ترى هالمفهوم هذا السؤال إذا عارفين ترجمتوا أوقف الفيديو ترجموه لأنفسكم بعدين ارجعوا تابعوا الفيديو حتى تشوفوا ترجمتكم صحيحة أو لا آمل إنها ترجمتوا كانت ما اليوم ما هو اليوم ما هو اليوم ما هو اليوم الآن هل اليوم Monday إحنا عارفين إيش يعني Monday الأثنين Tuesday الثلاثة Wednesday الأربعة إذا ما كنت حافظ هاي الأيام باللغة الإنجليزية أوقف الفيديو أنقل هاي الكلمات مع معانيها على دفترك بعدين تابع الفيديو أعيد لكم Monday الأثنين Tuesday الثلاثة Wednesday الأربعة خلونا نبدأ نسمع وآمل إنكم تنتبهوا كثير وتحاولوا تحلوا من أول مرة بسم الله هل سمعتم؟ نعيد مرة ثانية عشان تركسوا Today It is Tuesday أكيد سمعتوا المتكلم وهو يحكي Today it is إيش Tuesday إذن بالنسبة ل A عفوا لواحد لون الجواب هو Tuesday هذا هو الأنصر أنصر يعني جواب لما نحكي أنصر يعني جواب إذن الأنصر هو B Tuesday خلونا نقرأ Question 2 Question 2 يعني سؤال 2 خلونا نحفظ أنه Question يعني سؤال وآنصر يعني جواب Question 2 Question 2 بيحكي What time is it What time is it يترى عرفين شو يعني What time is it إذا عرفين أوقف الفيديو ترجمه What time is it يعني ما هو الوقت ما هو الوقت يعني كم الساعة يعني كان بنحكي كم هي الساعة ما هو الوقت في عندي Three answers يعني ثلاث أجوبا الانصر A بيحكي Half past eight will be half past seven see half past three إذا إنكم فهمين معاني A وB وC معاني هاي الإجابات أوقف الفيديو يحكوها بالعربي بعدين تابعوا عشان تشوفوا الترجمة صحيحة ولا إذا كان ترجمتكم لأي إنها الثامنة والنصف فلا تكون صحيحة B معناها السابعة و النصف لأنه half معناها نصف C الثالثة و النصف إذا ما كنت عارفين معنى half half معناها نصف يريد توقف الفيديو تنقلوا الكلمة مع معناها على الدفتر بعدين تتابعوا هذا الفيديو طيب إذن half حكينا معناها نصف إذن ثمانية ونصف سبعة ونصف ثلاثة ونصف خلينا شوف كم الساعة انتبهوا بالله على الإجابة It is half past three أكيد كلكوا سمعتوا الإجابة بإسمع مرة ثانية It is half past three إذن بيحكي It is half past half past three إذن إجابة half past three إذن راح نختار C مثل ما احنا شايفين إذن اخترنا C نذهب إلى question three تتذكروا إيش عن question سؤال question three بيحكي What is Selwa doing now What is Selwa doing now do معنتها يفعل أو يقوم ب هل فهمت السؤال إذا فهمت السؤال أو قفل ترجم معنى هذا السؤال ماذا تفعل Selwa الآن إذن ماذا تفعل Selwa الآن الانسر A الانسر يعني إجابة الانسر A بيحكي homework يعني تقوم ب الواجب تحل الواجب أو sailing تذكروا معنى sailing الإبحار يعني تقوم بالإبحار playing تلعب فهل هي تقوم بالhomework ولا sailing ولا playing خلنا نسمع الآن سالوا goes to school in the morning now she is doing her homework أوكي خلنا نسمع أمر ثانية now she is doing her homework إذن now she is doing her homework إذن راح اختار c طيب الآن في عنا كلام عن زياد what is زياد doing now what is زياد doing now هل فهمين هذا السؤال أو قف في ويديو ترجمه معنى هذا السؤال ماذا يفعل زياد الآن طبعا نحن ضيفنا do ing ضيفناها ثلاث أحرف لأنه نحكي عن now لما نستخدم now باختصار لما نستخدم now كلمة now يعني الآن منضيف للفعل ing خلنا نحفظها يعني بشكل موسط إذن ماذا يفعل زياد الآن في عندي ثلاث أجوبة الانسر A بيحكي sailing with his father sailing أخذناها هون يبحر مع أبو هذا A B playing in the park with his friends playing in the park with his friends إذا عارفين الإجابة هاي أوقف في ريديو ترجموا معناها يلعب في المتنزه مع أصدقاء و C playing tennis يعني يلعب التنس يلعب التنس طيب خلينا نشوف شو بيقوم زياد الآن خلينا نعرف إنه زياد شو بيعمل الآن نستمع أوكي الآن هما تكلموا عن سؤال 6 اللي هو what does زياد like doing فاهمين هذا السؤال ماذا يحب زياد أن يعمل ايش يحب زياد أن يعمل في عندي 3 answers طبعا راح نرجع لفور كمان شوي sailing and riding his bike swimming ولا playing table tennis إذا عارفين معاني الإجابات الثلاث هاي أوقف الفيديو ترجموها بعدين تابعوا الإجابة اي تحكي أنه البحار وركوب دراجته الهوائية b السباحة c لعب تنس الطاولة خلينا نسمع المقطع الأخير اللي تكلم فيه المتكلم حتى نعرف ايش يحب زياد أن يعمل today very good at sailing he likes sailing he likes sailing he who likes sailing إذن راح نختار a بالنسبة لستة نحن حالينا ستة قبل فور لأنه المتكلم تكلم عن هاي المعلومة قبل المعلومة الموجودة في فور خلينا نكمل المتكلم عن هاي المتكلم عن هاي المتكلم عن ستة قبل فور هل سمعت ايش بعملنا زياد؟ now he is playing in the park with his friends إذا ما نحكي what is زياد doing now إجابة he is playing in the park with his friends إذا جاوبنا 4 ضال عنده 5 بس 5 تحكي what does سلوة like doing ماذا تحب سلوة أن تفعل ماذا تحب سلوة أن تفعل he is riding his bike he likes riding his bike جواب هذا السؤال تقدم ذكره خلينا نسمع ونشوف إجابة 4 5 يحكي what does سلوة like doing ماذا تحب سلوة أن تفعل استمعوا عشان نعرف الإجابة من أول مرة سلوة likes playing table tennis سلوة likes playing table tennis هاي دا آخر مرة سلوة likes playing table tennis إذا ايش حكى سلوة likes playing table tennis إذن رح نختار playing table tennis هيك صارف عن الإجابات كاملة question 1 إجابة Tuesday question 2 half past 3 3 homework 4 playing in the park with his friends 5 playing table tennis 6 sailing and riding his bike تكن كون خلصنا صفحة 17 إذا حبين تشوفوا الصفحات الأخرى شروحها وحلولها لا تنسوا تشركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس ياريت تعطوا إعجاب في الفيديو إذا كان مفيد وتشاركوا مع الآخرين السلام عليكم ورحمة الله ترجمة نانسي قنقر